اشتركوا في القناة اكثر من 10 كيلومتر بالنسبة لحارة التقص أول نهار يوم الأثنين ممكن نلاحظ بعض الصحب المتفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 40 كيلومتر في ساعة أجواء حارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية درجة الحرارة الصغرى 34 درجة مئوية في مدينة الكويت العبدالي 28 درجة مئوية الشقاية والسالمي 26 درجة مئوية الوفرة 27 درجة مئوية وفي جزرنا الشمالية 32 درجة مئوية والجزر الجنوبية 30 درجة مئوية يستمر التقص حار ورطب بعد منتصف نهار يوم الأثنين إن شاء الله والرياح تستمر جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت 44 درجة مئوية العبدالي 48 درجة مئوية الشقاية والسالمي 47 درجة مئوية في المناطق الجنوبية 47 درجة مئوية جزرنا الشمالية 43 درجة مئوية والجزر الجنوبية 39 درجة مئوية البحر خفيف إلى معتدل الموجيع لأحيانا من 2 إلى 6 قدم والتيارات المائية بفترات الحمل المد الأول الساعة 23 و28 الفير المد الثاني الساعة 1 و8 دقايق الظهر الجزر الأول الساعة 48 دقيقة الصبح والجزر الثاني الساعة 29 و23 بالليل أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 13 دقيقة شروق الشمس الساعة 4 و48 دقيقة غروب الشمس الساعة 6 و47 دقيقة حالة التقص خلال 5 أيام القادم إن شاء الله يوم الأثنين ليوم الأربعة أجواء حارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة تظهر بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق درجة الحرارة العظمة تتراوح من 44 إلى 45 درجة مئوية والصغر من 34 إلى 35 درجة مئوية يوم الخميس واليمعة تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشر على فترات من 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة العظمة 46 درجة مئوية والصغر 35 درجة مئوية كانت هذه نشرتنا الجوية شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر